اشتركوا في القناة نشرة الأخبار من الرأي تقدمها لكم زينب داشتي والبداية دوما بأبرز العنوين أزمة العمالة الفلبينية تطفو مجددا ومن لا تلوح بفرض حظر على إرسال الخادمات للكويت الحاق مكتب الإنماء الاجتماعي بوزارة الشؤون وأسيري للرأي حقوق الموظفين محفوظة النهام يوجه لضبط نقاط التفتيش ووجود المحقق والشرطة النسائية قيد الدراسة نحو 255 ألف مسافر عبر مطار الكويت خلال عطلة رأس السنة والكويت تؤكد إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وفي البحرين رغبة ملكية بتعين عبداللطيف الزياني وزيرا للخارجية طفت أزمة العمالة الفلبينية مجددا على السطح إثر تصريحات جديدة لوزير العمل الفلبيني سيلفيستربيلو والذي قال أنه سيصدر قريبا أمرا بحضر جزئي لإفادة العمالة للكويت إلى أن يتم فرض الحضر بشكل كامل بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلبينية وذلك بعد أنباء عن وفاة عاملة فلبينية الأسبوع الماضي في الكويت ونقلت الوكالة الإخبارية عن الوزير أن وكالة التوظيف الفلبينية التي أرسلت العاملة إلى الكويت ربما تتعرض إلى ألغاء رخصتها عازيا ذلك إلى تقاعسها عن اتخاذ إجراء تجاه طلب العاملة العودة إلى الفلبين قبل أشهر من مقتلها وأوضح بيلو أن الحضر سيطبق على إرسال العمالة المنزلية الجديدة ويستثنى من ذلك العمالة الماهرة والمهنية واعتبر بيلو أن ذلك الإجراء رسالة إلى سلطات الكويتية لافتا إلى أن الحضر الجزئي قد يتحول إلى حضر كامل إذا لم تتحقق العدالة للعاملة الفلبينية القتيلة بحسب بيان الوزير وينضم إلينا عبر الهاتف نادر الحبيب وهو صاحب مكتب عمالة منزلية في الكويت أولا كيف تقرأ هذا التهديد الفلبيني بفرض حضر على إفادة العمالة المنزلية إلى الكويت يا أهلا مرحبا طبعا لا شك أن الحكومة جمهورية الفلبين من حكومات صديقة لدولة الكويت وتوجد علاقات وطيدة بين بلدين من زمن طويل ومصالح مشتركة لا يمكن أن تهتز بحاجة فردي تم ارتكاله من قبل أحد المواطنين وبالطبع حكومة دولة الفلبين عندها سبابها نتلويح بإيقاف إرسال عمالات المنزلية لدولة كويت ولكن ما يجعلنا نطمئن بعض الشيء ونأمل في تأجيل صدور القرار هو السببين أن النجاح السلطات الكويتية في ضبط الجاني والنوقات للتحقيق الآن وبالطبع سوف يكون القضاء الكويتي العادة لكلمته الأخيرة الذي لا يميز بين مواطن ووافق والشغلة الثانية طبعا أنه الإيقاف المتوقع سيكون جزئي يعني يشمل العمالة الأهلية عفوا لا يشمل العمالة الأهلية ولا العمالة المنزلة لديها كفلاء بالفعل حيث يمكنهم طبعا حاليا السفر إلى الفلبين والعودة مرة أخرى إنما سيكون الحضر فقط على العمالة الجديدة طبعا هو كإجراء طبعا الحضر صراحة ما هو موازال يعني قيد الدراسة لحد الآن لم يصدر تعميم من وزير العام الفلبيني بهذا الشأن طبعا هو في سبب بطلات عياد الكرسمس والعام الميلاد الجديد فالحكومة الفلبينية حاليا في حطلة ونحن نتمنى طبعا من الحكومة الفلبينية تريض في اصدار أي قرارات حتى انتعاد عيخات سلطات الكويتية في الحاضر نعم نعم ما تأثير هذا الحضر فيما لو تم فعلا على قطاع العمالة المنزلية في البلاد طبعا ما شك فينا طبعا ذلك الحضر يعني في حال صدوره سوف يغضي على أهم مصادر العمالة المنزلية الكويت والتعدى حوالي تقريبا 60% من العمالة المنزلية المستخدمة إلى دولة كويت وهي العمالة المفضلة طبعا لدى الأسر الكويتية نعم نظرا لأنها كونها عمالة مثقفة ومتعلمة وسهولة التواصل معها والتحدث معها باللغة الإنجليزية فنتمنى إن شاء الله أن الأمور تسير في منحنا نعم أليس بإمكان الكويت الاعتماد على جنسيات أخرى غير الفلبينية لتلافي هذه التداعيات خاصة وأن القضية السبق وأن أثيرت في السابق طبعا أنك تنتعار في أن منذ إصدار قانون رغم 68 سنة 2015 وسوق العمالة المنزلية يعاني بالشدة من نقص العمال نظرا لأن القيام أكثر من 20 دولة من إيقاف إرسال عمالات لدولة كويت بسبب بعض المواد في هذا القانون وفي الحقيقة المادة بعدم تحويل العام المنزلي في حال عدم رغبة الكثير في استمراره لديه يعني وهي المادة اللي قالت يعني السبب الباشر لإيقاف معظم الدول إرسال عمالات لدولة كويت وبالطبع سوف تتاكم الأزمة يعني ويصعب حلها بدون تدخل أعضاء مجلس الأمة فهم أصحاب القرار لتعديل هذه المواد وتعارف يعني أن العاملة المنزلية اليوم ما تريد أن تحول من بيت لبيت بلا على القانون الجديد هذا لما يولد الضغط ونتيج عن ذلك طبعا حالات انتحار واحفلات قتل بعض الحالات طبعا نقول بعض الحالات وهي ناضرة جدا ولكنها يعني تصبح على الصدح ووضبان المجتمع الدولي الكويت في قائمة السوداء بسبب هذه الجرائم التي ترتكب بسبب ضغط نفسية على العاملة المنزلية أو العكس أحيانا الكثير يكون هو أيضا محتاج أن يتخلص من العاملة بأقل خسائر ولا يستطيع تحويلها بمنزل ثاني لأن القانون نعم سيد نادر هل تتوقع أن هذا التصريح سيؤثر على ارتفاع العمالة الفلبينية بالذات طبعا أكيد نحن ما عندنا عمالة بديلة تعرفنا أكثر الدول المتوقفة حاليا نعم نحن ما عندنا عمالة سرلينكية والعمالة الفلبينية صراحة اندونيسيا متوقفة نيبال متوقفة والهند متوقفة وكثير من الدول متوقفة عندنا مدغشقر وافريقيا وثيوبيا فما عندنا عمالة بديلة فتخيلوا لتوقفة العمالة الفلبينية من الكويت وجايحنا موسم رمضان طبعا كارثة طبعا ستكون كارثة كبيرة نعم شكرا لك سيد نادر حبيب كنت معنا صاحب مكتب عمالة منزلية في الكويت في سياق مختلف أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري في تصريح للراي أن مجلس الوزراء أصدر مرسوما بتعديل المادة الأولى من مرسوم مكتب الإنماء الاجتماعي وكما انفردت الراي في نشر الخبر الأسبوع الماضي أشارت أسيري إلى أن المرسومة تضمن استبدال نص المادة المذكورة من المرسوم المشار إليه بالنص التالي يلحق مكتب الإنماء الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ويشرف عليه وزير الشؤون الاجتماعية وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة له في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية اعتبارا من ميزانية السنة المالية المقبلة وطمأنت الوزيرة موظفي مكتب الإنماء الاجتماعي بأن حقوق العاملين في المكتب من ناحية المناصب الإشرافية والبدلات المستحقة محفوظة ولن يبخص حق أحد وذلك بالتنسيق مع دوان الخدمة المدنية لا فتا إلى أن انضمام مكتب الإنماء الاجتماعي جاء وفق المنظور الحكومي في دمج وضم بعض الهيئات لترشيد النفقات وتطوير العمل أفاد مصدر أمني للرأي بأن وجود المحقق في نقطة التفتيش قيد الدراسة لتسهيل الإجراءات بما فيها وجود الشرطة النسائية للتدخل في حال لازم الأمر والتعامل الفوري مع النساء كما حصل في نقطة التفتيش في منطقة الشلهات قبل أيام وأضاف المصدر أن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أعطى تعليمات بضرورة ضبط نقاط التفتيش والتأكد من وجود الاشتراطات الأمنية الخاصة كافة في إقامة نقطة التفتيش ومنها أخذ إذن مسبق من وكيل الوزارة أو وكيل القطاع الأمني وتحديد مكان موقع نقطة التفتيش وبدايتها ونهايتها ونوه إلى أن تعليمات الفريق النهام جاءت بعد تزايد نقاط التفتيش غير الملتزمة بالقواعد الأمنية أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ضرورة تكاتف جميع دول العالم والتعاون فيما بينها لمحاربة الشبكات الإرهابية وفي تصريح قبيل مغادرته البلاد متوجها إلى القاهرة لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب قال الجبري إن الإرهاب يناقض العديد من المبادئ الأساسية والأهداف التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني مشددا على أنه يجب حجد الجهود على جميع الأصعدة بالتعاون مع كل الدول بغية محاربة الشبكات الإرهابية سيطرت فرق الإطفاء على حريق مبنى من ثلاثة أدوار على مساحة تقدر ب700 متر وورد بلاغ لغرفة العملية تفيد بنشوب حريق في منطقة الشويق الصناعية وعليه توجهت فرق الإطفاء من مراكز الشويق الصناعي والشهداء والعرضية والإسناد والمدينة وتبين أن الحريق في مبنى يتكون من ثلاثة أدوار مقسمة لعدة محلات منجرة ومخارط متجاورة فعملت الفرق على مكافحة الحريق والسيطرة على النيران وأخمادها قبل انتشارها للمباني المجاورة كشفت إدارة الطيران المدني إن عدد المسافرين خلال عطلة رأس السنة بلغ 255 ألف مسافر من خلال 1725 رحلة جوية وقالت لدارة إن جدة تصدرت وجهات السفر وجاءت بعدها القاهرة ودبي والدوحة أعرب مصدر المسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد وأضح المصدر أن هذا العمل يعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمواثيق والعراف الدولية التي استقر عليها المجتمع الدولي فضلا عما يمثله من تعريض سلامة طاقم السفارة للخطر ودع المصدر كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحيجة التي يمر بها بلدهم متمنيا للعراق الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضرورة التزام حكومة بغداد بمنع وقوع المزيد من الهجمات ضد بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية في العراق تأكدات بومبيو جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي حيث نقلت الخارجية الأمريكية في بيان عن بومبيو أنه أبلغ عبد المهدي عن رغبة الولايات المتحدة بأن يكون العراق حرا ومستقلا وذات سيادة مضيفا أن الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس ترامب ستواصل العمل من أجل تحقيق هذه الغاية وكانت السفارة الأمريكية في بغداد أعلنت في وقت سابق تعليق جميع عملياتها القنصلية حتى إشعار آخر بسبب هجمات ميليشيات على مجمع السفارة ونصحت رعاياها بعدم الاقتراب منها أبلغ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الدكتور عبداللطيف الزياني رغبة الملك حمد بن عيسى بتعيينه وزيرا لخارجية مملكة البحرين وذلك مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي وأشهد الأمير سلمان بن حمد بإسهمات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات محليا ودوليا متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة بتعيينه مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية تسلمت السلطات اللبنانية من الانتربول النشرة الحمراء المتعلقة برجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن وفق ما أعلنت وزارة العدل اليوم وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية منتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي وقد أعلن غصن اليوم أنه دبر وحده خروجه من اليابان إلى لبنان نافيا أن يضلوع لعائلته في العملية نتابع تقرير حمد النبهن وفي تطورات غضيته رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن تسلمت السلطات اللبنانية من الانتربول النشرة الحمراء المتعلقة بغصن وفق ما أعلنت وزارة العدل اليوم وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي وأعلن وزير العدل اللبناني أن نيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بالنشرة الحمراء من الانتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن وفي سياق ذاته أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أن فرنسا لن تسلم غصن في حال دخل إلى فرنسا وقالت الوزيرة إنه إذا جاء إلى فرنسا لن تقوم بتسليمه لأن فرنسا لا ترحل بتاتا مواطنها لذلك سيتم تطبيق على غصن القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر إلى ذلك فتح وزير الداخلية التركي تحقيقا لمعرفة ملابسات عبور كارلوس غصن من إسطنبول إلى لبنان كما وقفت السلطات التركية سبعة أشخاص في إطال التحقيق وكانت قد تداولت أنباء عن تقدم ثلاثة محاميين لبنانيين بإخبار لدى نيابة العامة التمييزية ضد غصن بتهمة زيارته إسرائيل في وقت سابق والتطبيع معها وقال كبير فريق محاميه جونيشيرو هيروناكا أن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة برجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية حمد النبهان الراي الدولار يقطع خسائر ستة أيام ويزيح اليورو عن ضروته في خمسة أشهر تابعونا في الاقتصاد بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أنهى الدولار موجة خسائر استمرت ستة أيام إذ ارتفع عشرين نقطة المئوية اليوم في أولى جلسات العام الجديد مزيح اليورو عن ضروته في خمسة أشهر بينما تجاهل اليوروان في تعاملاته الخارجية خفض المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك مما قد يضخ سيولة بنحو مائة وخمسة عشر مليار دولار ومن المتوقع أن تبقى التعاملات هزيلة حتى يوم ثلاثاء عندما تعود أغلب الدول الأوروبية لفتح أسواقها بعد عطلة عيد الغطاس يوم الأثنين لكن أغلب المتعاملين سيشعرون بالارتياح لتمكن الدولار من تخطي فترة العطلات التي تقل فيها السيولة دون حدوث أزمات شح في أسواق النقد كان البعض يخشى منها إثمام استعدادات رباع نصف نهائي كأس ولي العهد تابعونا في الرياضة بعد الفاصل أهلا بكم اختتمت أضلاع المربع الذهبي لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم استعداداتها لخوض غمار مواجهتي هذا الدور والمقررة يوم غدنا الجمعة والتي تجمع في أولاها العربي المتوج بالكأس لسبع مرات مع النصر وفي الثانية يلتقي الكويت صاحب السبعة ألقاب أيضا مع خيطان ووضع مدربو الفرق الأربعة اللمسات النهائية في التمرين فيما لم يحسن مشاركة أكثر من لاعب تدور الشكوك حول جاهزيتهم حقق أرسنال أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد ميكل أرتيتا بعد تفوقه تماما على مانشستر يونايتد ليفوز بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس وذلك عبر نيكولاب بيبي وسقراتيس ووضع بيبي المنتقل إلى أرسنال في صفقة قياسية فريقه في المقدمة في الدقيقة العاشرة في ثالث مباراة تحت قيادة أرتيتا لاعب أرسنال السابق بعد عمل رائع من الجهة اليسرى من سياد كولاشيناتس وسدد بيبي في وقت لاحق في القائم في الشوط الأول الذي هيمن عليه أرسنال تماما قبل أن يضاعف المداعف سقراتيس الغلة بشكل مستحق في الدقيقة الثانية والاربعين بعد أن استفاد من ارتباك دفاعي من الفريق الزائر عقب ركلة ركنية وإلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع التويتر الراي ميديا جروب ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب بأمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر